طبعاً طلبة الكلية الجوية بيتم تأهيلهم علمياً وعملياً بجميع التخصصات لمواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة الطيارات اللي يطير عليها في القوات الجوية وبيتم تدريبه وتأهيله للقيام بأي مهمة يكلف بيها من القوات الجوية طبعاً بيتم تأهيل الطالب طيار وجوي بتأهيل علمي وبعد كده العملي في الطيران التأهيل العلمي بيتم على أحدث أساليب التعليم في منظومة Zero Client يعني كل طالب في كلها الجوية ليه حاسب أو ليه كمبيوتر خاص به محمل عليه جميع المواد جميع المناهج البنك الأسئلة وبيتم تقييم هذه المنظومة بمنظومة Learning Management System ودي بتدار على أعلى مستوى من الكفاءة هذه مهمة الكوات الجوية أنها تتوكب مع التقدم التكنولوجي في الطيرات لازم يحصل تطور في التدريب الطالب بمجرد انضمامه لكلها الجوية بيبدأ يطير طيران الجنرال فلاينغ بتاعه بيطير طيران الابتدائي بتاعه وبعد كده في نهاية السنة النهائية بيطير على طيران المقاتلات بيطير في طيران التشكيل بيطير قتال جوي بيطير رماية جوية بيطير طيران ليلي يعني بمجرد تخرجه هو جاهز لتنفيذ أي مهمة قتالية بيكلب بيها الكوات الجوية بينطبق عليها نفس معايير الكوات العسكرية انه بيكتاز اختبارات المنصصة عليها في مكتب تنسيق كوات العسكرية ولكن بالاضافة اللي عليه فيه الكوات الجوية الليئة الطبية الليئة الطبية دي بيروح على المجلس الطب الجوي المجلس الطب الجوي هو جاه المنوط بيها تحديد لياقة الطيارين والطلبة الطيارين هنا بيخضع لمعايير دقيقة جدا من كشف الطبي زي ما حضرتك قلت التطور التكنولوجي في الطيرات ده بيتطلب ان الممكن المعايير الطبية بتزيد شوية عشان يقدر يواكب هذه المعدة الحديثة بقول لهم اليوم مبروك ليكم بقول لهم نصيحة محافظة على الصحة العامة محافظة على اليقطق البدنية محافظة على تأهلك العلمي انت تأهلت علمي نظري أساسيات ولكن مطالب بك ان انت تستمر في العلم وتتسلح به انت مقبل على طيارات حديثة محتاجة معرفة دقيقة جدا بكل إمكانيات الطيارة عشان تقدر تقوم بالمهمة بتاعتك على أحد السنين